ليست المرة الأولى التي تستعاد فيها مدينة عزان من أيدي تنظيم القاعدة في محافظة شبوة الذي يخوض فيها الجيش العديد من المواجهات مع ميليشيا الحوثي من جهة والقاعدة من جهة أخرى فالمدينة التي تقع تارة بيد الإرهابيين وتارة تعود إلى كنف الدولة مرشحة للبقاء في هذا الوضع من عدم الاستقرار والاستهداف المستمر من جانب التنظيمات الإرهابية بالنظر إلى موقعها الهام الذي تمر فيه معظم خطوط نقل النفط والغاز فمنذ اندلاع الثورة الشبابية في فبراير عام 2011 استغل تنظيم القاعدة الأحوال التي تمر بها البلاد ليبسط سيطرته على المدينة في يونيو من نفس العام قبل أن يستعيدها الجيش الوطني في يونيو عام 2012 استعادة لم تدم طويلا خصوصا بعد سيطرة الميليشيا على مفاصل الدولة ما شكل فرصة أخرى للقاعدة لفرض السيطرة مجددا على المدينة في فبراير عام 2016 قبل أن ينسحب منها مؤخرا بعد غارات شنها التحالف العربي بحسب ما أفاد مسؤول أمني انحسار مساحة سيطرة الإرهابيين على الأرض يضيف إنجازات أخرى للجيش الوطني الذي يحارب في جبهات عدة أبرزها تلك التي يحارب فيها ميليشيا صالح والحوث الإنقلابية معارك تشير إلى تناغم لا يمكن إنكاره في الأدوار التي تؤديها الميليشيا الإنقلابية والتنظيمات المتطرفة ما يجعل من حرب الجيش ضد الإرهابيين أهمية لا تقل عن تلك التي يخوضها ضد الميليشيا الإنقلابية إن لم تكن تصب في الطريق ذاته